والنهاردة موضوعنا مختلف شوية عن العمر الزهبي او بنقول عليه اصحاب الخبرات واللي خلانا النهاردة نتكلم في الموضوع بناء على طلبات حضراتكم من الاسئلة الكتيرة اللي جات لنا من الاسبوع اللي فات لحد دلوقتي كلنا بنسأل اللي عنا عندي بابا وماما ومش عارف اهتم بيه وانا شغلي واخدني وحست ان انا مقصر مع بابايا ومامتي والمشاكل اللي بين الحموات والزوجات والابناء الحاجات دي كلها وهي كل الموضوع حاجات بسيطة جدا بس هي محتاجة ان احنا ننمع وقولنا شوية بفكرنا نروح بحتة تانية ونشوف ايه الحاجات اللي احنا بنعملها وبتسبب لنا كل المشاكل دي سواء مع بابا سواء مع ماما سواء بابا وماما كمان هم عندهم مشاكل كتير فاحنا عايزين نتعامل واحدة واحدة احنا ابتدينا السلسلة من اول الحلقات اللي امتبعني عارف ان احنا بنمسك كل شوية مرحلة وقولنا مرحلة التميز ايه هي وبعدين قلنا ايه هي فترة المراهقة اللي بتيجي الكزحات وبعدين النهاردة حنشرح مع بعض اللي عمر ازاها بيه وايه المفروض منينا هو احنا علينا المفروض حاجات نعملها البابا والماما حتى بعد ما نتجاوز حتى بعد ما نتجاوز لازم طيب وهم كمان عليهم حاجات لنا اه عليهم حاجات لنا ولازم نعلمها لهم لان هم مش عندهم حد يعلمهم لان هم اتعلموا بالفترة هم كانوا كل همومن هم يربوا ويعملوا ويشوفوا كويس فاحنا عايزين بس شوية خطوات كده نقول ايه الحاجات اللي عليها علشان لما اعملها البابا وماما انا كمان اكون مرتاح انا واحد بشتغل وعاوز اخد بالي من شغلي وعندي اولاد وعندي حياة تانية وسواء بنت بتشتغل فعايزين نتعلم مع بعض ايه الحاجات اللي المهم انا اعملها ليهم ايه الحاجات اللي عليها المهمة اللي هي التفاصيل الصغيرة كده انتو بتعملوهم انتو مش واغدين بالكو وهي دي سبب كل المقاس اللي انتو بتشوفوها وهي دي سبب العكنان وهي دي سبب المشاكل اللي انتو بتخشوا فيها وفي قانون كده احنا بنقول ايه في الدين عندنا بيسمى داين تو داين ولكن برا احنا لما بندرسوا من امريكا وبيجي لنا من كذا دولة وبنقعد معا العلماء يقولون الكارما الكارما دي اللي هو اي حاجة انت بتعملها بتاخد منها حتى لو انتو مش بتقصد ليه لازم تتعلم هو ربنا اللي لازم نتعلم فلازم نتعلم ازاي نتعامل مع بابا وماما ايه الحاجات اللي عليها الحاجات اللي عليها اللي عايزها بتعملها حضرتك من اليوم وتاخدوا كده كلامي من القلب على قلبكم يا رب ان احنا لازم نكون ندخل عليهم السرور يعني انا عندي مشكلة في شغلي ما روحش احكيها البابا والماما ليه؟ هو مش هيقدر يعمل لك حاجة هو وصل لمرحلك بعد الستين هو اصلا عاوز اللي يعمله عاوز اللي ياخد بأيديه وعاوز اللي يخليه في حتة تانية لانه هو في الفترة والمرحلة دي بيحس انه هو خلاص ادى كل اللي عنده فانت كمان ما تجيش طوله عندي مشاكل في الشغل انا عايز على المعمراتي اه وفيه انا بشوف ولاد كتيرة بيتابعوا لسه الموضوع ده انا بشوف ولاد لما يزعل معمراته او رجل كمان وبيكون في سنة كبيرة ولا ايه روح يشتكي البابا والمامته ودي طبعا حاجة مش حلوة خالص النقطة التانية اللي بعد كده هو كسر الروتين بتاحهم يعني ايه كسر الروتين بتاحهم يعني بلاش العادات اللي احنا واخدين عليها اللي هو لازم في العيد اروح لهم واتعبهم عشان ده القانون هو ما فيش حد حط قوانين للحاجات ده انتوا اللي عملتوا وانتوا اللي تجنوا استمر بطحف فهي كل القصة ان انا بادل ما انا اروح لبابا طب ايه المشكلة لما انا اخدو عندي طب ايه المشكلة ان انا اخرج به في العيد طب ايه المشكلة لما انا اخليه غير الجود طب هو متمسك حتى بالمكان اللي هو فيه يبقى بلاش انا ارهيقه ولاش ان انا اروح وقضي اليوم كله ولو انا رايح اليوم كله ابقى واخد معايا الاغراض بتاعتي عشان اولادي ليهم متطلباته ومش هيقدر يعمل لهم الفترة دي انا مش بتكلم كمان عشان صحيتهم بتبقى تكون تعبانة لا بالعكس بعد الستين ده احنا عايزين نهتم بيهم بس انا بتكلم على التقوس اللي احنا لازم نغيرها على فكرة سن الستين ده بيبتدي من برة في الدول الاوروبية والحاجات دي عدم الالتفات في حتة ان انت ناسي يعني ماينفعش فيه بقى اللي هما بعد الستين والسبعين بعد السبعين سنة يعني بيحصل لهم من البعض مش الكل على فكرة البعض بيحصل لهم مثلا شوية من الزهايب ماينفعش ان مايجا استلم عليها وقوله انت فاكرني انت مش عارفني انت ناسييني انت عارف انا مين ماينفعش تقولي ان هو اصلا ما تتخيلش هو بيجاهد قد ايه علشان يفتكر الشخص اللي قدامه طيب النقطة التانية لازم نوريه من انتو يعني انتو كس اساسي في حياتنا يعني ما نهمشهمش يعني ما نفضلش نقول لا 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 اصلا بابا وماما لا لا انا بعرف اعمل لا دايما نوريهم انا محتاجك بس محتاجك بايه بالحاجة اللي يقدر عليها يعني مثلا حاجات بسيطة كده ماما لو سمحت انا عاوز تعمليلي حاجة بسيطة وانت تساعدها او تعملها لا المهم تحسسها او تحسس بابا ان انت هو ليه رغبة ليه رغبة في البقاء بعد كده هو دايما بلاش نطلب منهم حاجات فوق طاقتهم يعني ايه حاجات مادية بلاش نرهكهم واحنا رايحين السوبر ماركت لو هم صحتهم كويسة وبلاش الحاجات اللي هو الثقافة اللي انا مرة شفتها ومن الجلسات على فكرة جالي بنت بتقول لي ان جوزي بيحب بابايا ينزل معي السوبر ماركت وبعدين لما بقوله انا برهج بابايا في السوبر ماركت وبيجيب لنا حاجات كتيرة وببقى محرجة يقول لها ايه المشكلة ما انت بنت واحدة لأ ده في مشكلة عند حضرتك مش عندها ايه ده كده المشكلة تقلبت على حضرتك وانت لو قدامي اكيد حواجهك وقولك ايه الغلطات اللي عندك فما ينفعش نستغلهم في الحاجات داية فيه سؤال كمان جاي لي انا هقول لكم الاسئلة بعد كده بس فيه كم حتة كده ممنوع التربية ممنوع التربية قدام البابا والماما اولادي مينفعش اربيهم قدام بابا وماما تربية دي دي حاجة تقصني لان الوقت اللي احنا بنقديه عند بابا وماما ده بيبقى كله وقت عايزين هما ينبسطوا عايزين يستقنسوا باولادهم وبأحفادهم فما ينفعش ان انا اربي اولادي قدامهم او اقول اي حاجة تزعى لهم لان هما علاقتهم بالاطفال بتبقى قوية جدا بعد كده هوت ايه اللي عليهم بقى هما البابا وماما احنا كده خلصنا الوجبات اللي علينا احنا ناحيته يعني بتيدي نقول الوجبات بقى اللي عليهم هما لنفسهم وعلينا طيب نبتدي في اول نقطة ان هما ياخدوا بلهم من نفسهم يعني حضرتك بعد سن الستين انت كده الحمد لله كفيت ووفيت ولك الحمد ولك الشكر والله يجزيكم الخير بلاش حتة الكوكو اللي بفضل ماشي وراها وراه احفادي عشان لازم يخلص حتة الكوكو هو كويس يعني بلاش تجهدوا نفسكم في حاجات ورغبات انتو بتتخيلوا ان هي فيها سعادة لكم وهي مش سعادة دي سعادة مزايفة انتو بتجهدوا صحتكم وبتجهدوا عقلكم ودي مش مش مصدر سعادة مصدر السعادة عند الطرفين ان كل واحد يكون صحته كويسة ان كل واحد يكون مهتن بنفسه بعد كده هو تعايزين تشاركو في الانشطة يعني انا دلوقتي جاي لي مسلا سؤال انا واحد فوق سن الستين وخلص طلعت معايش ومش متعود ان انا اعود من غير شغل طيب اعمل ايه وانا زهقان واولادي مسافرين برا ابدا بالعكس ده حضرتك دلوقتي في قمة السعادة هقولك على كم خطوة للناس اللي هي طلعت آآ مع شك يعملوها وبرا بيعملوها انا هقولكو انا مش جاي احل مشاكل واحنا متفقين على كده من اول حلقة انا جاي بديكم مفاتيح حاجات وكل واحد ياخد المفتاح اللي يناسب حياته واللي يناسب ثقافته واللي يناسب الكميونيتي او المجتمع اللي هو عايش فيه ايه هو الحاجات اللي بيعملوا برا اول ما حد بيطلع سن معايش هو بيبقى اولريدي متفق على شغل تاني الشغل التاني ده بيكون اولا قريب لبيته وبيشارك فيه ومش بياخد عليه على فكرة مرتبة لان حضرتك اولريدي بيطلع لك راتب او بيطلع لك معايش من الشغل اللي كنت فيه فهو بيبقى عاوز يروح علشان هو لو قعد في البيت حيمرض خلوا بالكو الانسان زي النهر لو مفضلش يدي هيجراله حاجة يعني ده ده قانون على فكرة لازم يعني حتى زكاة العلم المعلومة آآ كل واحد بياخد يعني بالنية بتاعته فلازم حضرتك تشارك يا اما في انشطة في الاندية يا اما تروح شغل تشارك فيه وتقول لهم انا جاي اضرر بالشباب لان حضرتك من اصحاب الخبرة يعني عندك خبرة قوية جدا فاكيد الشباب محتاج ان هما يشوفوا الخبرات بتاعت حضرتك ايه الغلطات اللي انت بقعت فيها ايام فترات العمل فتبتدي تديها للاولاد كل الحاجات ديت لازم تخرج من المكان اللي هو حيوحدك ويخليك لوحدك طيب لو انا متجاوز ومعايا زوجتي روحوا النادي اشتركوا في يوجا على فكرة الفلوس اللي مش هتدفعوها في الحاجات اللي انتو فاكرينها دي اوبشن ودي دلع لا هتدفعوها في المرأة بعد الشر عليكم يا رب العافية كلها لكم بس انا بقول لكم لو انتو ما دفعتوش الفلوس بتاعتكو او المال فحاجة ايه هي بتبسطك وحتبسط الطرف الاخر انتو هتصرفوها في المرأة بعد الشر فخلينا نجدد الافكار كده مع بعض ونقول ايه الممكن يا البعد عن المسئولية لازم تتعلم تقول لا يعني ايه لازم اتعلم اقول لا يعني لازم تقول لا لا اولادك يعني اولادك خلاص كبروا وبقوا متحملين المسئولية وتسعين في المية من نسبة الطلاق مرتفعة في الوطن العربي بسبب البابا والماما عارفين ليه? علشان لما البنت بتزعل شوية اجري على بابا وماما الولد يزعل شوية لا 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 انا عروح عند بابا وماما. فاحنا عايزين نشيل ايدينا من من الكسة دي لان انتو خلاص انتو عملتو الرسالة بتاعتكم هما المفروض يتولوا الامور. فمن من ركز في الحاجات لازم نقدر نقول لا ولقى بالشياكة انا والله مرتبط انا عندي كزا ماما ما تقدرش تتحمل مسئولية الاطفال لان خلوا بالكم كل ما بنجبر الخوف عندنا بيزيد على الاحباب يعني مثلا السن الكبير ده هتلاقيهم ان هما بيخافوا على احفادهم اكتر من البابا والماما يعني ممكن يبقى في النادي وانا بتشوف الحاجات دي تلاقي الماما والبابا قاعدين ممكن كويسين جدا تلاقي الجد يا حرام هو اللي خايف على الحفيد بتاعه فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي نتشارك في الاعمال الخيرية دايما حضرتك هيبقى عندك وقت حاول تشارك ولو بالمجهود مش ضروري يعني ولو بالفكر ولو بالمادة اللي تقدر عليه حاول كمان تجدد تبتدي تروح تجدد الحياة الروحانية مع ربنا يعني سواء في الكنيسة في المسجد لازم يبقى عندك جروب وتدخل فيه لانك لو ما دخلتش في الجروبات دي انت طبيعة الانسان بطبيعته كسول يعني الانسان بطبيعته يبقى مش عاوز يعمل الحاجة فلما بتتحط في جروبات وتتحطى مع ناس عندها نفس الاكتيفيتي حتلاقيهم بيشدوك وتلاقي يومك عدة ولو حتى يومين او ثلاثة يام في الاسبوع بس حتلاقيك بترتب له من قبلها فبالتالي مش عابق عندك ملل ولا حتسبب ملل ليك ولا حتسبب ملل لإيه لأولادك والهم كمان يملوا علشان الطلبات اللي بتحصل أخيرا بقى أهم شيء انك تاخد بالك من صحتك لاني دي أجمل هدية لنفسك والأحفادك والأولادك صحتك 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 دي أهم حاجة اشتركوا في القناة